هذه نقطة مهمة جداً يعني بجانب الإدارات والقطاعات اللي حضرتك ذكرتها عشان تواكب التطور التكنولوجي الحاصل وتطور في مستوى الجريمة في شكل عام كان مهمة كمان إن المناهج اللي الطلبة بتدرسها أثناء دراستهم في كل شرطة هي كمان تتطور وتتغير ما فيش شك إن حضرتك زي ما قلنا المستحدث لازم يقابلوا بشيء مستحدث وبالتالي عند حضرتك لما ظهرت هذه الجرائم بدأت الأكاديمية نفسها تطور من نفسها وبدأ يبقى فيها حاجات كتير جداً تواكب مثل هذه التطورات بدأ الطالب يعرف يعد على الكمبيوتر ويعرف يرائب ويعرف يلاحظ ويعرف يطلع معلومة ويعرف يحل المعلومة ويعرف يوصل للمجرم بالوسائل مش التقليدية بقى بالوسائل الحديثة بتؤدي إلى الحد من هذه الجرائم لأن أنا عايز أقول دايماً ما فيش حاجة أسمى منأة جريمة هو دايماً بنحد من الجريمة والحمد لله إحنا نسبة الحد من الإجرامة عندنا عالية جداً يعني إنما منأة الجريمة لا هي الجريمة موجودة منذ نشأة الخليقة على الأرض محدش يقدر يقول إن الجريمة هتمتنع بصفة أو بصورة مطلقة لكن معدلات الجريمة قلت كتير قلت كتير حراك لو جدنا مثال جهاز الأمن الوطن في مصر الحمد لله جهاز متفوق جداً جداً يمكن معظم الدول بتاخدوا التجربة المصرية دلوقتي وبتطبقها الإرهاب ما ظهر في بداية التسانيات 91-92-94 ثم اختفى فجأة فترة وعادة فجأة بعد يناير 2011 مصر الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى بوسط وزار الداخلية أو عن طريق وزار الداخلية وكوات المسلحة كمان شاركت معنا وجهاز الأمن الوطني قبل بلاء حسن راح كتير شهداء بنترحم عليهم دايماً وما بننساهمش وجهوا هذه المشكلة وضعوا استراتيجيات تناسب الوقت الراهن غير الاستراتيجيات اللي توضعت في بداية التسانيات لأن طبعاً التطور الطبيعي الحال بدأ هم نفسهم استخدامهم للسلاح اختلف الآلات والأدوات اللي هم بيستخدموها في ارتكاب جرائمهم اختلفت الأمر تطور مع المجرم وبالتالي لازم كان يتطور معنا والحمد لله يمكن زي ما قلت وقشرت وبشير دايماً لمجهود الأمن الوطني في مكافحة الجريمة الإرهابية وفي مكافحة الإجرام السياسي لا الحمد لله عاملين شغل وعملين مجهود الناس كلها بتتكلم عنه سواء في الداخل أو في الخير